اشتركوا في القناة بقدوم الاخبار المفرحة وتغيير حياة الرأي الافضل بتدشر ان شاء الله بتحقيق الامنيات وهي رؤية قول لا اله الا الله في المنام او اللي يشوف ان هو بيذكر لا اله الا الله في المنام موضوع مهم جدا هنتكلم عنه النهاردة بازن الله بس ابنوا خشل تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ان انتم تصلوا على النبي على رفض الله صلى الله عليه وسلم وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل على كبير قدر منكم من الناس ولو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز يفسرها ياريت اكتباننا اصفل الفيديو احنا نفسر لكم فاصل الوقت بإذن الله عمتا قول لا اله الا الله في المنام هي طوبة للعاصي اللي بيحاول جاهد البعد عن اسامه المعاصي يعني من كانت تبحث عن عمل ومن ثم رزقه الله بقول لا اله الا الله في منامه الرؤي دي بتشير اللي انه هيجد وظيفة مرموقة قريبة وهيجني منها اموال كتير والعزباء اللي تشوف ان هي يعني بتذكر قول لا اله لله بيدل الحلم ده على عاصمتها من الاسام ومن الفواحش ولما تشوف البنت العزباء ان هي بتحتضر في المنام وبتنطق قول لا اله لله ده بيشير الى ان هي هتتعرض لمشكلة كبيرة ولكن هتنجو منها اذا تقربت لله وطلبت منه العون يعني هنا قول لا اله لله ربما تكون رؤية تعزيرية للرأي ان هو يقرب لربنا عز وجل القدر المستطاع علشان ينجيه من اي مكروه والمتزوجة اللي تشوف يعني في المنام ان هي بتذكر قول لا اله لله دليل على الخير الوفير اللي هتنعم به الرأي عما قريب الرؤية دي بتحجق امنيها معينة كانت بذنها الرأي ولا زالت بتضع الله بها والحامل في المنام اللي تذكر قول لا اله لله مكتوبة في السماء الرؤية دي بوشر لها ان هي تنجب توأم بفضل الله وفي حال لما تشوف الحامل ان زوجها بينطق قول لا اله لله في المنام الرؤية دي دليل على ترقي زوجها لمكان عالية كما ان هي بتشير لان حياتهم الزوجية المستقرة هتتغير الافضل والمطلقة اللي تشوف ان هي بتذكر القول لا اله لله في المنام بتدل على الخير الكتير وعلى الراحة بعد التعب بتبشر الرأي بسماع الأخبار المفرحة فلما تشوف المطلقة اسم الله مكتوب ده بيدل على حظ الجيد بيدل على تحقيق الأمنيات وعلى صلاح حالها وحياتها بإذن الله كذلك الأمر الرجل اللي يشوف قول لا اله لله أو شوف في المنام ان هو بيذكر قول لا اله لله في المنام ده معناه ان هو بيسعى لمساعد غيره وبيتمنى الخير لكل من حوله واللي يشوف النفسه بيهو بينطق قول لا اله لله وهو بيحتضر في المنام دليل على وصوله من مرحلة الشك لمرحلة الاقيم في شيء كان بيشغل باله ويخلق فكره ولكن عمتا قول لا اله لله من الأحلام المهمة جدا اللي بتدل على تعقيق أمنيات الرأي ووصوله لأهدافه بإذن ربنا عز وجل حبا في الله ربنا بأسركم وكل خير أتمنى لو أي حد عنده حلم أو رؤية عايزة بأسرها ياريتك تبانا أسأل الفيديو عنا شانو فصر لكم فصر وغ وإلى اللقاء في داخل السلام عليكم